الحكاية الكبيرة والجديد في هذه الحكاية حكاية كل يوم حكاية امام عشور ايه اللي بيحصل واقفين فين بص امام عشور والاهلي خلصوا مع بعض كل حاجة ودي خلاص معلومة انت حركة عرفتها امام عشور والنادي الاهلي تعقدات وابراء وفلوس ومستحقات واربع سنوات والكلام ده كله كل ده خلص خلص طيب هل المشكلة فين؟ او مش المشكلة؟ هو ليه ما تمش الاعلان عن هذه الصفقة حتى هذه اللحظة؟ في تفصيلة او تطور بسيط في الحكاية دي هو التطور بسيط بس ممكن بالنسبة لنادي الاهلي يبقى تطور كبير ايه التطور البسيط؟ انه ميتلند كان شاري امام عشور من الزمالك بتلاتة مليون دولار والاهلي متوقع انه ميتلند هيبيع امام عشور بتلاتة مليون دولار او اقل كمان بما ان اللحة ما بيشاركش مع الفريق والصفقة بالنسبة للميتلند ما بقيتش مفيدة فالاهلي كان بيلعب في اتنين اتنين ونص ما كانش هيبقى عنده منع او انه يدفع التلاتة مليون دولار متلند مبالح بالليل قبلغ مسؤولي النادي الاهلي انه هم عايزين في امام عشور تلاتة ونص مليون دولار تلاتة ونص مليون دولار طيب ايه التطور ده؟ اخد بالك برضو الاهلي كان فيه اتصالات قبل ما يبعت العروض الرسمية دي وكان عارف انه تلاتة مليون كانوا هيبقوا بسطين متلند اللي حصل ان هناك بعض الاتصالات من مصر حصلت من بعض الاشخاص لميتلند وقالوا لهم انه الاهلي كده كده هياخد امام عشور وفهم الكلام كده كده الاهلي مش هيتراجع عن صفقة امام عشور فابدقوا زودوا ارقام والاهلي هيتفع عشان الصفقة اصبحت صفقة جماهة دي الاهلي اتفاجئ من ده خاصة ان متلند مصر على الثلاثة ونصف مليون دولار عرضه النهائي ثلاثة ونصف مليون دولار هالاهلي بقى هيدفع ولا لا الله وعا اللي بيدور في النادي الاهلي انه الناس الجماهير قطلوهم عن النادي الاهلي انه دفع الرقم ده في امام عشور اكبر كمال من الرقم اللي متلند اشترى به اللاعب بس هي مفاوضات شغالة في كل الاحوال زي ما قطلت لكم قبل كده بنسبة تسعين في المية امام عشور هيبقى في النادي الاهلي لعشرة في المية دايبا بسيبهم مفتوحين عشان ادام ما فيش توقيع رسمي بين الناديين انا مقدرش اقول ان الصفقة انتهت رسمية بس انا بحبه بعض وقيد جدا تسعين في المية وعشرة في المية للمفاجئات وعشرة في المية للمفاجئات